النهاردة تحدد البرنامج في خلال هذه البطولة اللاعبين تناولوا وجبة الإفطار النهاردة صباحا وجبة الغداء كانت في حدود حوالي الساعة وحدة ونص بتوقيت القاهرة في راحة في هذه اللحظات بالنسبة لكل اللاعبين موجودين في الغرف داخل الطابق الخامس في فندق الإقامة عشان الساعة خمسة ونص بعد حوالي ربع ساعة من دلوقتي هيكون في تناول وجبة خفيفة قبل الاستعداد للدخول في صالة الألعاب الرياضية صالة الجيمانيزيوم عشان يكون فيه تدريبات تأهيلية في الجيم الساعة خمسة وربع الساعة سبعة هتتحرك الحافلة من مقر الإقامة إلى ملعب التدريب عشان خوض المران الساعة سبعة ونص على ملعب جمع التقطر بالتأكيد هذا التدريب هتكون التدريب التاني قدومكم هذه اللقطات الحصرية للبعثة من داخل القاعة المخصصة للطعام وتناول الوجبات في فند والإقامة وبالمناسبة ده بيتم من خلال طبيب التخزية من خلال الأكل معمول كله بسورات حرارية طبعا محددة ده لعلاقة طبعا بالتخزية للفريق الكورة فريق الكورة التخزية بتاعته مختلفة تماما عن التخزية المتعلقة بالإنسان العادي أو الإنسان الطبيعي وده لعلاقة بالسورات الحرارية والتحضير للمباريات وكل يوم ممكن وجبة بتختلف عن الوجبة التانية لغاية لما توصل لمعاد المباراة أدامكم على الصورة هو دكتور عبد الرحمن سعيد طبعا دكتور التخزية وأخصاء التخزية لبعثة فريق النادي الأهل وبالمناسبة وموجود مع الفريق في كل المعسكرات وفي كل المباريات سواء محلية أو إفريقية أو حتى حدث دول كبير زي كأس العالم للأندي طيب الكوتش بيتسو بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي هيعقد النهاردة محاضرة فنية بالفيديو لليعبين داخل فندو الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب استعدادا للمران الثاني محاضرة الفريق النهاردة هتكون الساعة سبعة وتلت سبعة وتلت بتوقيت الدوحة لكن ستة وتلت بتوقيت القاهرة قبل المغادرة لمقر المران إن شاء الله بإذن الله ودي محاضرة بيتسو موسيماني بيتكلم على آخر الأمور الفنية اللي عايز يتكلم فيها ولا يتبقها النهاردة في المران قبل التحرك إلى التدريب استعدادا لمباراة الدحيل المحاضرة بالمناسبة بتشهد عرض ملخصات متنوعة لمباراة الدحيل وشرح نقاط القوة والضعف الفريق المنافس وتحفيز اللعبين خطة اللاب ومراجعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بفريق الدحيل في افتتاح مشوار مباريات كأس العالم عايز أأكد على جزئة مهمة جدا بلاش كلام على مباراة باير نيم يونيخ كل الناس وكل الجمهور المتابعين عبر السوشيال ميديا إحنا عندنا مباراة هي الخطوة الأولى يوم الخميس القادم مباراة الدحيل بحدش بيفكر إنه يطلع الدور الثالث قبل ما بيعدي على الدور الثاني فبالتالي أنت مش هتروح لمباراة يوم 8 فبراير إلا لما تلعب مباراة يوم 4 فبراير وتكسبها فبالتالي الكلام لازم نتكلم على مباراة الدحيل مباراة صعبة جدا مباراة محدش يستهين بيها فريق الدحيل فريق قوي بالمناسبة عنده عناصر قوية جدا فبالتالي إن شاء الله بإذن الله يقدر فريق النادي الأهلي يعمل مباراة كبيرة ويتخطى هذه المواجهة وإن شاء الله بإذن الله نقدر يعني أو التوفيق يكون حالفنا في هذه المباراة الناس كلها بتشتغل وكل واحد بيحاول يقدم أفضل ما لديه لكن التوفيق يا رب بإذن الله يكون حليف فريق النادي الأهلي